طبعا أنت اللي يميزك يا أبو سند ما شاء الله تبقى لك الله التخصص أنك متخصص في مجال الرحلات والسفريات تقريبا صناعة المحتوى أغلب صناعتك للمحتوى في هذا المجال أي نعم إيش تسر هل هي هواية من أنت صغير ولا أنه لقيت أنه أغلب الناس يحبوها ومشيت فيها والله شوف الرحلات طبعا ممكن مو الغالب يحب الرحلات لكن من الناس اللي أحب التنقل والرحلات سواء داخل السعودية أو برا الرحلات داخل السعودية نسميها الكاشتة وحنا منذ القدم الوالد راعي مكشات من قبل 40 سنة وحنا نكشت حنويا وإيام السوبر القديم معروف وحط الخيام فوق والدنيا فكنا نكشت من نعومة الضفر وحنا نطلع للبر فكان هذا شغف من الطفولة بعد ما جاءت السوشال ميديا حبيت أن الواحد ينقل هوايته هذا الشيء الجميل في السوشال ميديا الحديثة اليوم أن الشخص البسيط ينقل الهواية اللي يحبها للمجتمع حتى كثير من المجتمع صار يشوفوا هوايات ما كان يشوفها في السابق كان يسمع فيها بس ما كان يشوفها شوفها العين يا سلام يعني ما شاء الله تبارك الله انت بدعت وتميزت في هذا الشيء يعني على فكرة اللي متابعة الآن للساحة يمكن هواة الرحلات والسفريات كثيرين فأنا أريد أن أعرف ما تميز أبو سند عن غيره من زملائه أو من يعني من الناس ممكن يقول في نفس التوجه ما تميز أبو سند فيما يقدم ما يميزه أنا طبعا ما أتكلم ولا يعني ما أحب أدخل في مقارنات مع أحد حتى ما نقلل من شأن أحد يا سلام لكن في أشخاص لا شك أنهم ما شاء الله أساطير في هالمجال ذا و أنت منهم الشيء اللي يعني أنا أشوف أن حريص عليه و أن الناس مبسوطة عليه يعني أن يأخذ المعلومة بالشكل الواقعي الحقيقي يعني بعض الناس لما يطلع المكان يحاول يعني يعطي معلومة أوفر عن المكان و يصور المكان مثلا خلنا نتكلم عن عن الفياض مثلا ما نتكلم عن برا السعودية عن داخل السعودية لما تيجي فيضة كشدة و خضار لما يصور ينزلك الكاميرا تحت حتى يعطيك خضار قوي فتتوقع أن الفيضة هذه خضارها ما شاء الله فلما تيجي تتفاجأ أنها بقعة صغيرة يمكن أن تيجي قد الطاولة هذه فقط فهذه من الأشياء اللي أنا حريص جدا لأعطي المعلومة الحقيقية يا سلام والواقعية اللي أنت لما تيجي راح تشوفها يعني كما كما شاهدت في الفيديو أيضا التقارير عن بعض المنتجات مثلا أو عن بعض يعني الأشياء الإلكترونية اللي ممكن تستفيد منها بالسفر أو في السيارات طبعا من الأشياء اللي يحتم فيها أيضا تجهزات السيارات و يعني وما يتعلق بالرحلات والسفر وما يتعلق في الرحلات و أنا أشهد يا جماعة الخير أن أبو سند قاعد ينقل لنا كل ما يشاهد بعين الحقيقة والفيديو الجاي هذا خير مثال نشوفه أنا أقدر نشوف يلا بسم الله أيها الصمار الكثير يعتقد بعد وجود محمية الملك عبدالعزيز الملكية أنه يمنع التنزه فيه ولكن بالخط العريض محميتنا متاحة للجميع مع مراعاة عدم التخيم والاحتطاب والصيد والرأي هذا ما صرحت به محمية الملك عبدالعزيز الملكية في حساباتها الرسمية وهنا خريطة توضيحية تبين حدود المحمية تغير واضح وجذري بطبيعة الأرض ونمو النباتات ما قوله للأمير عبدالله بن محمد بن سعود الكبير رحمه الله يقول زرت صحاري عدة دول ما رأيت مثل صحراء الصمان وتنوع تضاريسها شوفوا جمال النباتات كيف فعلا تحسنت وصرت أفضل من أول وتكاثرت بشكل أوسع الله 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 ما شاء الله تبارك الله لا الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة